اشتركوا في القناة وقد تسلم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم رسالة أخوية من صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح تتصل بالعلاقات الأخوية المتينة القائمة بين دولة الإمارات ودولة الكويت والتي لا تنفص معراها في ظل علاقات الأخوة والمحبة والمصير المشترك التي تجمع قيادتي وشعبي البلدين الشقيقين وجرى خلال لقاء استعراض العلاقات الثنائية في إطار منظومة مجلس التعاون لدول الخليج العربية وسبول تعزيز مسيرة المجلس في شتى الاتجاهات التي تقدم المصالح العليا لدولة وشعوبه وقد حمل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم مبعوث أمير الكويت الشيخ محمد الخالد الصباح تحياته لأخيه صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح وتمنياته لسموه بموفور الصحة والسعادة وللشعب الكويتي بمزيد من الرخاء والاستقرار في ظل قيادته الحكيمة حضر اللقاء معالي محمد بن عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء ومعالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة لشؤون الخارجية وسعادة الفريق سيف عبدالله الشعفار وكيل وزارة الداخلية وسعادة خليف سعيد سليمان مدير عام دائرة التشريفات والضيافة بدبي وسعادة صلاح محمد البعيجان سفير دولة الكويت لدى الدولة والوفد المرافق للضيف